موسيقى في الوقت الذي نقوم فيه بالتحضير لرحلتنا يطرح سؤال أساسي لماذا من المهم بناء نموذج لنظام نرغب في تطويره؟ لماذا لا نبدأ فقط بتطوير النظام الذي نود الحصول عليه دون بناء نموذج من قبل؟ الإجابة بسيطة الأنظمة المعقدة تحتوي على الكثير من المركبات التي يجب التطرق إليها بالإضافة إلى تعدد الأشخاص الذين يتوجب عليهم العمل معا بتعاون وبطريقة منسقة لذا فإن وجود النموذج يساعد على تبسيط النظام وترتيب الأمور فلنأخذ هذا الهاتف الذكي على سبيل المثال فقد تم تطويره على يد الكثير من الأشخاص في مئات الشركات المختلفة وقد تم إنتاجه وفقا لنموذج معقد يمثل كل من المبنى والسلوك المتوقع من الهاتف الذكي إذا لم يكن النموذج جيدا بما يكفي فأيضا المنتج لن يكون كذلك فمثلا إذا كان نموذج الهاتف الذكي مزدحم غير مرتب غير واضح أو ناقص سيواجه المنتج النهائي الكثير من المشاكل لذلك بناء النموذج يعتبر خطوة ضرورية قبل تطوير أي نظام معقد دعنا نرى كيف تعمل الأمور كيف يمكنك بناء نموذج جيد في الواقع إنه يشبه إلى حد ما تعبئت حقيبة فنموذج أي نظام هو أيضا مليء بكثير من الأشياء المختلفة كل عنصر في النموذج يمثل شيئا في النظام الفعلي هناك أساليب مختلفة لبناء نموذج غالبية هذه الطرق تستخدم العديد من المركبات لتمثيل أشياء مختلفة في النظام لهذا السبب تعتبر مثل هذه الأساليب معقدة للغاية للتعليم وللتطبيق ما يحدث في مثل هذه الحالة أشبه بحقيبة ثقيلة في الأو بي ام على العكس من ذلك هناك ثلاثة أنواع فقط من المركبات الكائنات والعمليات والروابط بينهم مع تقدم الكورس سنتعلم عنهم وعن كيفية استخدامهم باستخدام هذه المكونات الثلاث فقط سيمكنك نمذجة أي نظام تريده بما في ذلك أنظمة معقدة جدا كما هو الحال في حقيبتي أيضا نموذج بلغة الأو بي ام يحتوي على أنواع قليلة من المكونات وهذه هي قوة النموذج لا حاجة لمركبات أكثر من ذلك فبهذا نسير مع وزن قليل إذن ما هو الأو بي ام؟ هي طريقة لنمذجة الأنظمة وهي الطريقة الوحيدة في العالم التي تم قبولها كمعيار رسمي من قبل أيضا فريق العمل الموجود في التخنيون وأيضا في ام اي تي في الولايات المتحدة يعملون مع أكبر الشركات في العالم ويبنون مع النماذج لأنظمتهم عن طريق الأو بي ام على سبيل المثال شركة ويربول وهي شركة رائدة عالميا في الأجهزة الكهربائية وأيضا شركة ايرباس لصناعة الطائرات وأيضا الوكالة الفضائية ناسا في الولايات المتحدة وآخرون حتى الباحثون في علم الصناعة والإدارة والأنظمة البيولوجية يستخدمون الأو بي ام كي يبنون نماذج لأنظمة في مجالاتهم والآن كما ذكرنا لدينا زبون آخر شركة ستارتاب تريدك أنت كمهندس شريطة أن تعرف كيفية نمذجة أنظمتها بالمناسبة هذا هو الشرط الذي تطلبه العديد من الشركات منذ أن أصبحت الأو بي ام معيارا دوليا رسميا النمذجة المفاهيمية للأنظمة تخدمنا في العديد من المجالات وهي مفيدة ليست للمهندسين فقط بل أيضا لمن يبحث في مجال الأنظمة المعقدة في العلوم الاجتماعية والاقتصاد والأعمال التجارية والطب والعلوم الطبيعية أيضا اليوم في كل مجال تقريبا النمذجة مطلوبة لذا نحن مستعدون للرحلة ولمقابلة العمل سيرافق رحلتنا شخصية أخرى تعرفوا على هوبكات مرحبا هوبكات كيف حالك؟ هوبكات هو قط مفاهيم الكورس وسيحدد لنا خلال الرحلة المفاهيم الهامة في الأو بي ام هندسة نظم نموذجية التوجه هندسة نظم نموذجية التوجه هي نهج حيث تشكل فيه النماذج المفاهيمية الأساسة لهندسة النظم المركبة والمنتجات والخدمات منهجية كائنات عمليات منهجية كائنات عمليات أو بي ام هي لغة لتصميم مفاهيمي ومنهجية لهندسة الأنظمة القائمة على النماذج المعروفة باسم آيزو 19 450 لذا دعونا ننطلق أنا أنت وهوبكات في نهاية رحلتنا سوف تتعلم كيفية نمذجة كل نظام لكل زبون سنلتقي في المطار في الفيديو التالي رحلة ممتعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة